كبابة طعوة الله الله يا كبابة طعوة العراقي ايش قد نحبه ويش قد نسوي من عنده ومن مل من عنده انا ليش اختاريته اليوم اولا لان احنا مسوين طبعا بما ان احنا مسوينه اقدر اقدر اقدم الكمية بالطريقة الصحية الافضل فرح تشوفون هسا انا مسويته شون سويته بطريقة افضل صحية من الاعتيادية اللي نسويها نقطتين مهمة بالموضوع اللي هي الزيت والطحين شون حاولت اقللهم او اتجاوزهم تعالوا ايايا حتى نشوفوا الطريقة ما تشوفون شاكوا قدامنا لحمة ثروم ثرمت عليها بوصل ناعم انا احب ثرمة بالايدش قد ما قد قدرون نسوي ناعم كان بهذا تشوفون اصلا ما تهمو كلش ناعم البصل هاي ذبت ايدي ما حب اسوي بهاي الاشياء يعني بالست البيت او بالمثرامة او هاي لانه يطلع المي مالته والمي مالته شقد ما هو مفيد بس حقيقة يبقى زنخة بالبصل هاذا معدنوس همينا ثرمته راح احط وياش كم سن ثوم العاجبة يحطها خلي حطها واللي ما عاجبة همينا مو بالضرورة بس انا عجبني اليوم احطها وحقيقة احاول اوظف الثوم باي فقرة لان هو صحي ومفيد ومعقم ومقاوم للبكتري هسا سوينا هاي الخبطة مالتنة مثل ما دا تشوفوها اللحم المثروم والبصل والمعدنوس وهذا الثوم اللي حطيته فوقها خبطة عادية ما الكباب طاوة عادي حطيت فوقها بيضتين هواي من عندكم يحطون البيض وقسم من عندهم ما يحطون انا افضل احط البيض قبل كل شي حتى استفاد من البيض اثنين حتى البيض يساعدني على تماسك الكباب حطيت فوقها خاشوقة خل اي خلعتكم ما انا احب خل التفاح خليتها على مود اوخر الزنخة لانت درون البيض اما نحط لها فانيلا على مود او بعض المواد المنكهة اللي توخر زفورته بالحلويات بما انو انا دا سوي مالح فحطيت لها ملعقة خل وحطيت فوقها ملح والي هو ملح لها ملايا مثل ما تشوفو متعودين كل هاي الامور العفو عادي ونسويها قلت لكم انو انا احطوا البيض على مود يتماسك ليش؟ لان احنا حتى يتماسك كباب الطاوة نحط لها مقدار من الطحين ونزيد بالطحين نزيد بالطحين اليوم نريدنا عبره للطحين ما نريده فراح نحط مواد تسبب تماسك الكباب لكن مو طحين اول موضوع راح احطه هو البيض مثل ما دا تشوفون وراح اقلبويا البيض تريدون تحطون ثلاث بيضات اربع بيضات هذا الموضوع راجع لكم للكمية اللي انتو دا تسووها وش قد تريدون ايضا تضيفون بيضي احنا ممكن نزيد البيض بس انا كميتي على قدي وشفت انو البيض تينزين هسا نجي شلون راح نتجاوز موضوع الطحين انا هسا تشوفون قدر الامكان يعني حقيقة انا اتجاوز يعني اترك الطحين ما احطه بس انتو بالنسبة لكم قدر الامكان يعني خلنفترض انو انتو تحطون خلنقول كوب طحين خلنسوي نص كوب او ربع كوب ونكمل بي الشوفان هسا تشوفون طبعا انا شوية حطيت فلفل احمر عاجبني بالكباب كان طعمه كلش طيب بي انتو تقدرون تحطون فلفل اسود اضيفون شوية فلفل احمر هسا تقولولي لياش اولا انا احب الفلفل الاحمر احب الحرارة يعني مات اثنيا لانه الفلفل الاحمر مفيد واني بالمناسبة هذا مساويته بالبيض هسا احط لكم الخطة مع التب مفيد صحي للجسم فاوظفه هنا هسا هاي اول فقرة ده احط بديل شوفون هذا الشوفان هو حبة كاملة هاي الحبة الكاملة من احط خوية العجين رح تمتص كل الماء البي وبالتالي او الرطوبة اللي بي وبالتالي رح تكون العجينة متماسكة طبعا عنده تشوفوني واني ده اعجين بعدها الحبة موجودة كاملة لكن استمر بالعجين واترك العجينة فترة اطول من الحالة الاعتيادية اللي احنا نسويها يعني بالاعتياد من تسوون كبابكم تحطوه لطحين وتعفوه عشر دقائق وتبدون تشتغلون به احنا هنانا لا ش رح نسوي هاي الفقرة اش دار ارويكم ويا الكباب الطاوة سويت بطاطا والبطاطا وين سويتها بالفرن بدون تقلية بالأوريغانو واني هاي مساويتها بالتفصيل سابقا وراح ارويك احط لكم الرابط مالتهم هس تركت الكباب العجينة مالي الكباب فترة طويلة نص ساعة ثلاثة ارباع الساعة على مود الحبوب مالي الشوفان تمتص كل الرطوبة تشوفون هاي الكبابايا من ده اقلبها اولا حبوب الشوفان من بين بيهم اثنيا مدى تنفك وكونوا على ثقة ولا كبابايا فتحت عندي او مفلت صدق وخاف اكو يعني يخطروا ببالكم انه هاي حبوب الشوفان رح تخلي العجينة تتماسك لا اتماسكت بشكل رائع وبالمناسبة هاي الوجبة اللي ده ارويكم اياها هي من اواخر الكمية يعني مو من بداية التقلاء السبب شنوه السبب ده ارويكم انه يعني ما صار عندي مشكلة هذي البطاطا هسه ده ارويكم اياها طلعة ده تشوفوها البطاطا شون محمرة وطرية يعني لا تتوقعوها يابسة طعمها كلش طيب اصف الكمية قليلة اللي ظهرت عدكم لانصد قتلنا جوعاني نص الكمية نوكلت قبل ما يخلص الكباب والحمد الله والشكر هسه تقوليلي انت تسويتي نشويات اي فعلا انا مساوي نشويات بس شمسوي مساوي بوتيته حتى اقل الكمية الصمون اللي ناكلها ويا الكباب ليش اقلل الصمون واحط بطاطا لان البطاطا نشويات طبيعية اما الصمون فهو طحين واحنا نريد نبتعد عن الطحين هذا الكباب شوفو بعد ما خلصته الكبابة شلونها تخبل تجنن طبعا الطعم كونو على ثقة مو لان انا مسويته تمنيتكم يمي وانطيكم يعني انا ما جانبقى هذا الماعون عدنا ويا هذا الكباب سويت اكيد معوني الاساسي من الخضروات اخيار فلفل احمر نومي حامض هذا المتوفر عندي اش عدكم حطوا طبعا ما عونوا الطماطا واحدة الخضرة واحدة وغسا دا تشوفون هاي كملت ما جيت جبت الكباب اذا مويال بطاطا باعوا الكبابة شلونها باعوا الكبابة شلونها الشوفان ما خلاها تيبس بس خلاها مثل ما يقولون تلم الحلق وتشبع بالتالي طبعا حاطة طرشيوياها مثل ما دا تشوفون وحاطة الزيتون بالتالي صار عندي رح اقلل كمية الصمون اللي ياكلت للصمونات رح ياكلة صمونة واحدة فقللت كمية الطحين اللي ما خدتها انا وعائلتي الطعم يجنن قللت الطحين اكو نشويات بس نشويات صحية مفيدة هذا غدانا المتأخر العفور يقنى المتأخر او غدانا الطيب مثل ما دا تشوفوا والف صحة وعافية لكم